اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى وزي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل ان احنا يعني عايزين نناقش قضيتين قضية الغاز الروسي الى اوروبا وحالة يعني النقاش والجدل وربما الهلع التي تصيب الدول الاوروبية من جراء تخفيض امداد اوروبا بالغاز الروسي ثم نناقش بعد ذلك قضية عودة او لا عودة الرئيس دونالد ترامب يعني لو قفنا مقدم موضوع الغاز الروسي في اوروبا ولا الموضوع ده بيصار منذ بداية الحرب يعني منذ بداية الحرب في اوكرانيا بيصار موضوع الغاز الروسي او امدادات الغاز الروسي لأوروبا والسبب ان اوروبا تعتمد على اربعين في المية من الغاز الذي تستخدمه من روسيا يعني روسيا تمد اوروبا بحوالي اربعين في المية من احتياجاتها من الغاز وده رقم مش قليل وهناك دول تعتمد عليه بالكامل او تعتمد على تسعين تمانين في المية من احتياجاتها من الغاز الغاز كاحد الوسائل التي يعني تلاعب بها اوروبا انصح التعبير وتلاعب بها المعسكر الغربي الرافض للغاز اوكرانيا وايضا لازه يمد اوكرانيا بالمال وبالسلاح وبالتدريب وكل شيء قصة باقتصار ان احنا عندنا خط اسمه نورد ستريم وان نورد ستريم وان ده اللي بيودي الغاز من روسيا الى المانيا تلت الغاز الروسي الموجه الى اوروبا يأتي عن طريق هذا الخط والمانيا تعتمد عليه اعتمادا شديدا روسيا اعلنت ان هي يعني في شهر في منتصف شهر يوليو انها ستجري بعض الاعمال الصيانة الفنية للخط ووقفت امداد الغاز بعد عشر ايام اللي اعلنتهم كان في يوم 21 يوليو بدأت امداد الغاز مرة اخرى ولكن خفضت امداد الغاز وقالت ان هناك مشكلات فنية تعترض امداد الغاز بالكم الذي كان عليه في السابق طب ما هي المشكلات الفنية قالك في بعض التوربينات تحتاج الى قطع غيار وبسبب العقوبات المفروضة على روسيا كندا مش راضي تديها هذه القطع الغيار واحنا مش قادرين ان يعني نستخدم كل الامكانيات الفنية اللي هدينا فبالتالي سيتم تخفيض انتاج الغاز واضح جدا ان هي القضية قضية سياسية الجانب الاوروبي رد قالك مفيش اي قضايا فنية او اي اعتبرات فنية تحول دون امداد الغاز كما كان عليه في السابق لكن في كل الاحوال روسيا خفضت انتاج الغاز عن طريق خط نورد ستريم 2 وخلال الفترة الماضية فيه كان خطوط امداد اخرى رحل لمناطق اخرى في اوروبا البعض ظل على ما هو عليه ولكن البعض اتقفل والبعض قال يعني برضو مسألة الغاز هي مسألة مطروحة منذ فترة في اطار الموقف الروسي في ادارة الموقف الاوروبي المواجه ضده في مسألة اوكراني انا اقتلكوا كلمة نورد ستريم 2 نورد ستريم 2 ده كان خط غاز تقريبا شبه خلص في عهد ميركل عملته يعني باتفاق مع الرئيس الروسي بوتين وحتى كان ساعتها الرئيس الامريكا ورئيس ترامب اعترض على هذا الخط وقال ان روسيا بتستخدم الغاز احيانا في تعاملها مع اوروبا بطريقة سياسية ولكن ميركل المستشارة الالمانية في ذلك الحين يعني استطاعت ان تعبر هذه المعارضة ويتم الانتهاء من هذا الخط الذي كان على وشك التشغيل لو لحرب ايه اوكراني وهو جاهز للتشغيل وايضا كان سيعطي افاق اكبر لامداد روسيا لاوروبا بالغاز وبالاخص الماني طبعا ميركل هي قالت هذا الكلام قالت لها كنت موجودة ما كنتش هسبح للحرب الدينية تندلع نفس الكلام قاله ترامب برضو هنيجي له كمان شوية ميركل طبعا كانت هي من من المانيا الشرقية قبل الوحدة الالمانية التي كانت خضاعة للهيمنة السوفيتية والرئيس بوتين كان هو مدير مكتب المخابرات السوفيتية في برلين الشرقية وكان على صداقة بميركل فهي دائما أبدا كانت تستطيع أن تتواصل معه وتصل إلى حلول لكثير من المشكلات ولكن لم تكن ميركل موجودة واندلعت الحرب كما نحن نرى فصولها الآن ولا نعرف أين أو كيف ستتوقف لكن على أي حال هذه أزمة أوروبا مع الغاز أزمة أوروبا مع الغاز أنه يتم تقليل مادة أوروبا من الغاز القادم من روسيا وزراء الطاقة في دول اتحاد الأوروبية اجتمعوا في بروكسل واتفقوا على خطة اختيارية لتخفيض استخدام الغاز بنسبة 15% استعدادا لفصل الشتاء لأن أوروبا عندها اعتقاد أن بوتين أول ما ييجي فصل الشتاء هيوقف امداد الغاز خالص هذا هو اعتقدهم رغم أن روسيا قالت مش هتعمل كده لكن على أي حال هذا هو الاعتقاد اللي موجود في أوروبا أنه عند لحظة معانا هيوقف امداد الغاز فلازم يبقى عندها بدائل ومنها الخطة اللي وضعتها الخطة دي أصلا كانت موضوعة أن جميع دول أوروبا أو دول الاتحاد الأوروبي تخفض الانتاج أو الاستخدام بنسبة تخفض استخدام الغاز بنسبة 15% إجباريا ولكن هناك دول زي ما صحيفة الجاردين كشفت هناك دول أوروبية رفضت هذا وقالت أن الخطة دي أو البلان دا أو النموذج دا أساساً معد خدمة لمصالح ألمانية لكن في دول اللي هي في جنوب أوروبا قالت لا أنا مش عايزة تضييق علي في استخدام الغاز ولا سيما أن أنا يعني أحتاج إليه في مناحي كثيرة هم نتكلم على البرتغال بنتكلم على أسبانيا بنتكلم على اليونان دي دول كلها سجلت اعتراضات على فكرة أن يكون يعني تخفيض أو تخزين استخدام الغاز بنسبة 15% إجبارياً فخرجت الخطة أو القرار خرج من اجتماع وزارة الطاقة في الاتحاد الأوروبي في بروكسل منذ أيام أن يكون التخفيض اختياري وبهذا يعني فلتوا من فكرة معارضة بعض الدول الأوروبية لكن في الواقع أوروبا مش سكتة يعني أوروبا بتدور على بدائل دايماً للغاز وأحد هذه البدائل يعني كشفت عنه في كثير من التحليلات الصحفية الغربية أنهما راحوا أفريقيا جنوب الصحراء أفريقيا جنوب الصحراء بعض دول عندها مخزون جيد من الغاز الطبيعي يعني بنتكلم على الكونغو بنتكلم على أنجولا بنتكلم على تنزانيا بنتكلم على موزنبيق فذهبت شركات البترول زي إني الإيطالية مثلاً والشركات كثيرة أوروبية بدأت خلال الشهور الماضية تحاول أن هي تبدأ تعمل مشاريع إمداد غاز إلى أوروبا من خلال دول أفريقيا جنوب الصحراء طبعاً المسألة ليست بها زي سهولة لأن في بعض مثلاً المشروعات في أوروبا هتستغرق سنتين أو ثلاثة عشان تبدأ تستفيد منها في الغاز وفي مشروعات عايزالها عشر سنين عشان تعرف تستفيد منها لكن في كل الأحوال في كل الأحوال ده بيتعارض في مجمله مع التصور أن يتحول العالم إلى الطاقة الخضراء يتحول العالم إلى الطاقة الشمسية نبتعد عن الوقود الإحفوري إحنا النهاردة بنحاول إن إحنا نركز على مسألة الغاز بالتأكيد الغاز أفضل من الفحم والعالم كله بينظر إلى الغاز إنه خطوة ينتقل بها إلى الطاقة الخضراء أو الطاقة النظيفة يعني إحنا عندنا الأول وقود أسود أو وقود إحفوري زي الفحم بيناخد منه طاقة لكن قولنا قبل ما ننتقل للطاقة الخضراء أو الطاقة الشمسية أو الطاقة الهوائية يعني أيا كانت وسائل استخراج الطاقة النظيفة لابد أن نمر بمرحلة وسط أو مرحلة بيسموها مرحلة بريتجي يعني أو مرحلة الجسر اللي في النص ده فقالوا الغاز الغاز أقل في الإنبعاثات الكربونية ونستطيع إن إحنا نعتمد عليه فترة زمانية قبل الانتقال النهائي لكن المشروعات المطروحة من أوروبا في دول أفريقيا جنوب الصحراء لا تعني بالدرور إن إحنا على وشك انتقال سريع أو حتى انتقال في المدى المتوسط من الوقود الإحفوري إلى الطاقة الخضراء أو الطاقة النظيفة زي ما بيقال ودي مشكلة كبيرة لأن دول أفريقيا جنوب الصحراء هي الأكثر تضرورا من التغيرات المناخية بتواجه الجفاف بتواجه التصحر بتواجه اختلاف المناخ فمعنى كده إن بدخلها هذا النادي بهذه الطريقة اللي هو خدمة للدول أوروبا هي في الواقع قد لا تستطيع أن تحصل على مزايا كبيرة فضلا عن أنها ستدفع ثمن أكبر في مسألة التلوث ومسألة الانبعاثات الكربونية وهي بالفعل زي ما بقوله مش نقصة هي عندها الكثير وتعاني من الكثير طيب اعتبر آخر إذا استطاعت حتى دول أفريقيا أنها تؤسس بعض هذه المشبعات وبعضها وقت ديون عشان يعمل المنشآت دي أو المشبعات الخاصة باستخراج الجاز وتصديره النهاردة الغاز تمنه غالي لظروف الأزمة اللي موجودة داخل المجتمعات الأوروبية والعالم كله لكن عندما يأتي الوقت لازل تستفيد منه دول أفريقيا من الغاز قد ينقفض سعره أو لا تستطيع أن تجاري دول أخرى في تصدير الغاز بتكلفة معينة لأن في دول تستطيع أن تنتجه وتصدره بتكلفة أقل زي الولايات المتحدة وقطر مثلا لديها البنية الأساسية لهذا في حين دول أفريقيا جنوب الصحراء عندما يأتي الوقت الذي يعني تستفيد به من مغزون الغاز التي لديها في بطنها في بطن الأرض قد لا تستطيع أن هي تستفيد به بدرجة كبيرة نظرا للتنافس اللي هيكون في ذلك الوقت وربما بعد عشر سنين يكون التحول أكتر للطاقة النظيفة ربما ليكون الطلب على الغاز يقل يعني أيا كانت المستجدات والأوضاع بعد عشر سنين أنا بس حبيت أقول أن فكرة أن أوروبا بالفعل توجه أزم والأزمة دي ناجمة عن اعتمادها الكسيف على الغاز الروسي وروسيا تستخدم الغاز كورقة سياسية زي ما قال يعني رئيس أوكرانيا زيلينيسكي قال له ده بيستخدم الغاز يعني إعلان حرب الغاز هو استخدم المصطلح ده يعني ولابد من مزيد من العقوبات تفرض على روسيا وبالفعل الاجتماع الأخير اللي كان في بروكسل في التحاد الأوروبي مدد العقوبات ست شهور كمان لكن هل القضية هي قضية العقوبات فترد روسيا بعقوبات من نوع آخر وتظل هذه المجتمعات في حالة أزمات كبيرة سواء كان على الغزاء أو توفير الطاقة يعني أنا أعتقد أن دي مشاكل كبيرة جدا ستستمر مع استمرار هذه الحرب دون تسوية ودون حل واضح في الفترة القادمة فدي إشكالية كبيرة بالفعل هتواجه المجتمعات الأوروبية وإحنا عارفين طبعا اعتماد المجتمعات الأوروبية في فصل الشتاء على الغاز أوروبا ما عنداش تكيفات يعني اللي بيروح الدول لأوروبا أوروبا دايما طبيعة المناخ لديها هو مناخ بارد وشديد البرودة وأحيانا يتحول إلى مناخ يعني قارس جدا فمسألة الغاز سواء كان في الصناع أو في التدفئة أو في الحياة اليومية للمواطن الأوروبي دي مسألة أسية فهو ما عندوش مفهوم الفصول الذي لدينا يعني فيه فصل الشتاء ثم فصل صيف ما تلاقيش أي مكان يعني حتى في الفترة الأخيرة لما نتيجة التغييرات المناخية لما ارتفعت درجة تحرار بعض الدول الأوروبية وصلت إلى أربعين وكبسة أربعين في بعض الدول بكلم على أسبانيا وفرنسا وإنجلترا حتى عدت عليها يومين بالطريقة دي هي ما عنداش التجهيزات التي تواجه بها مناخ حار هي دائما أبدا لديها التجهيزات داخل المنزل لمواجهة المناخ البارد وشديد البرود زي مسألة الهيتنج أو التدفئة عن طريق الغاز فدي طبعا مسألة كبيرة وهي متحسبة جدا لفصل الشتاء القادم وعشان كده بتحاول أنها تاخد التدابير المختلفة لعبور هذه المرحلة التي تبدو بالنسبة لها مرحلة بالفعل قاسية ولا تدعيات كبيرة والسبب هو الحرب وانتداد الحرب سيأتي بمزيد من العقوبات المتبادلة سواء كان ما بين روسيا أو ما بين أوروبا والولايات المتحدة ده ربما بيحملنا إلى نقاش موجود أو امتد إلى الإعلام الغربي في الفترة الأخيرة هو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ممكن يرجع تاني للبيت الأبيض سنة 2024 في الانتخابات الرئيسية ده سؤال فقط أن يستمر في أو يخوض الانتخابات مرة أخرى من أجل أن يحصل على مقعد الرئيسة أو يدخل مرة أخرى البيت الأبيض ما فيش منع قانوني طيب داخل الحزب الجمهوري يبدو أنه هو الأكثر اللي معانا ولديه قدر كبير جدا من التأييد من قطعات واسعة داخل الحزب الجمهوري ولديه أيضا قدر كبير جدا من التأييد من قطعات واسعة من الحزب أو من المواطنين وهو مقدم إذا يعني صحة هذه التوقعات أن ينافس في انتخابات 2024 هيكون عنده 78 سنة ولو الرئيس جو بايدن الرئيس الحالي على الحزب الديموقراطي هينافس هو الثاني فهو هينافس وهيبع عنده 81 سنة فيعني هتبقى معركة يعني من نوعا آخر وفيها مواجهة سياسية لا تخلو أيضا من يعني كثير من ملامح الشيخوقة السياسية في التعامل مع الشأن الرئاسي في الولايات المتحدة وهي مسألة مهمة ومسألة خطيرة طيب إيه تاني الأسباب اللي ممكن تدفع واحد زي الرئيس تونال ترامب كان خروجه من المشهد السياسي في الولايات المتحدة بعد هزيمته أمام جو بايدن خروجا عصفا وإحنا كلنا نتذكر اقتحام أنصاره الكونجرس في 6 يناير 2021 ودي قضية يعني فيها مدولات وشغالة ووارد جدا يصدر إدانة من نوع أو آخر يعني أو بصورة أو بأخرى يترتب عليها حرمانه من أن يخوض هذه الانتخابات إذا فكره وإذا أراده في هذا أولا هو بيستفيد من كذا متغير يعني متغير الأساسي هو تراجع شعبية الرئيس بايدن طبعا البترول اللي عمال يرتفع سعره دو التكاليف الحال اللي عمالها تزيد الموقف في أوكرانيا وهو يجيد المزايدة ترامب والطابع الشعبوي في الحديث مع الناس يعني مثلا لما الكونجرس الأمريكي يقر مثلا حزمة مساعدات إلى أوكرانيا ب60 مليار دولار يطلع يقولك يعني وده كلام بقى يعني احنا سايبين مشاكلنا احنا وراحين ندفع 60 مليار دولار لما الرئيس بايدن يعلن إرسال بعض القوات الأمريكية لأوروبا حتى لو بشكل محدود أو رمزي يقولك ده جنون أنا زي طلع قواتي وديه يعني في كل الأحوال هو حاليا كما جنى الرئيس جو بايدن في الانتخابات الفشل الترامبي أو فشل الرئيس ترامب في مواجهة الكورونا هو الآن بيحاول أنه هو يلعب على عوامل الفشل أو عوامل الإخفاقات التي يعاني منها حكم الرئيس جو بايدن في الولايات المتحدة طبعا هو حاليا بيدي بعض المحاضرات يعني كان من كم يوم في لاس فيجيس وكان بيكلم عن العدالة والقانون ويعني طبعا بعث بتعازي حارة يعني في وفاة السياسي الياباني المرموق أو رئيس الوزراء شينزو أبي الذي تعرض للاختيال في اليابان وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الشخص الذي يعني تسبب في هذا الأمر وحرم البشرية من زي ميبول من هذا الجمال على حد تعبيره هو لازال بيكلم نفس الخطابات الشعبوية الخاصة به لديه موقفه السلبي تجاه الارتباط القوي بأوروبا يتحدث عن الملونين يتحدث عن الفيروس الصيني نتكلم طبعا على كوفيد ناينتين الذي يجاء إلى العالم وأتعب أو الاقتصاد العالمي هو يعني يروج ليه الخطابات التي تستفيد من الأزمة الحالية وهو طبعا يحاول أنه هو يقدم نفس النظرات الشعبوية التي أتت بيه مرة إلى البيت الأبيض في مواجهة المؤسسات الأمريكية التي بدأت تعاني من انخفاض ثقة المواطنين فيها إلى حد كبير طيب هل ممكن ده يحدث؟ ما نعرفش؟ يعني المتغيرات القادمة هيكون شكلها إيه؟ هل بالفعل ممكن دونالد ترامب يأتي إلى الموقعه الرئاسي مرة أخرى سواء كان بعد يعني خروج جو بايدن أو هزيمة شخص آخر هيكون مرشع الحزب الديموقراطي دي كلها أمور أعتقد أنها لسه يعني من المبكر التفكير فيها لكن على الأقل لنظر نقول أن أحلام العودة مرة أخرى إلى الرئاسة لا تزال في زين هذا الرجل وهو لازال له قوة وشعبية وحضور ومن الممكن أن يفعلها بالفعل وإذا فعلها سيكون هناك ناس عداء جدا ويكون هناك ناس تعساء يعني صحيفة هارتس الإسرائيلية كتب التحليل من أيام بتتكلم عن يعني شخصين بالتأكيد يعانون أو يعني لديهم موقف في العلاقة مع الرئيس الحالي جو بايدن وكانت لهم علاقة قوية بالرئيس ترامب رغم أن لا يوجد يعني قواسم مشتركة ما بين الشخصين دول ولا يوجد خطي معهم ولا مصالح مشتركة يعني نستطيع أن نقول أن هم متحلفين مع بعض اتكلم على رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بن يمين نتنياهو واتكلم على ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان نتنياهو على حسب الكلام المنشور في الصحيفة يعلم جيدا أن نشوف بايدن لا يريده ويعلم جيدا بالرغم أنه لما استقبله يعني في إسرائيل كده قال له أنت عارف أن أنا بحبك لكن طبعا ده كلام المجملات لكن هو طبعا كسياسي محترف يعلم جيدا أنه حاول أن يسند الحكومات الأخرى قدر المستطاع أو على قد ما يقدر لكن طبعا بن يمين نتنياهو يقبع في المعارضة ورابض فيها ويحاول وينتظر اللحظات التي يمكن أن يعود مرة أخرى إلى الحكم وهو طبعا ارتاح كثيرا في التعامل مع دونالد ترامب واستطاع أن ينفذ كثير من السياسات سواء كان في مواجهة القضية الفلسطينية أو التوسع في الاستيطان في عهد ترامب وهو الأمر الذي يعني كان يشعر بقدر من السعادة في التعامل معه خاصة في النظرة السلبية ومواجهة إيران أيضا بعد خروجه من الاتفاق النووي معه طبعا ترامب له علاقات وسيخة جدا بالسعودية على الجانب الآخر أول دولة زرها بعد أن وصل إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة أو إلى البيت الأبيض كانت السعودية وهو كانت له علاقات وسيخة جدا مع الأمير محمد بن سلمان وكانت يعني العلاقات دفئة وزوج ابنته يعني كوتشنر كان له دور يعني في كثير من أوجه العلاقات في المنطقة وخاصة مع الخليج في الاتفاقات الإبراهيمية التي حدثت بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب فإذن نحن نتحدث عن هناك مجتمعات كثيرة وأعتقد أن المزاج العام في كثير من القضايا التي تشغل المنطقة العربية ربما يتميل أكثر إلى ترامب لكن على الجانب الآخر أوروبا يعني سيصبح المسألة بالنسبة لها مسألة يعني متعبة جدا عودته مرة أخرى هو دايما يعبره عن مخاوفه من هذا هم أكثر ارتياحا في التعامل مع رئيس جيو بايدن والعلاقات الوثيقة معها يعني الأيام القادمة ستكشف الكثير لكن يعني هنحاول أن احنا نتابع هذا الملف ونشوف التصريحات والتفاعل في الملف الانتخابات الرئاسية لربما يعني بعد مجموعة أو بضعة شهور تبدأ ملامحها يعني اسمحونا أن احنا نخرج لفاصل وبعد الفاصل هنرجع نناقش يعني إحدى كده المقولات الثقافية الطريفة التي ننهي بها حلقتنا هذا الأسبوع كما تعودنا كل أسبوع موسيقى 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 اهلا وسهلا بحضراتكم في قتام هذه الحلقة وزي ما احنا متعودين ان احنا يعني في القتام بنحاول ان احنا نوقف قدام مقولة ثقافية احد الاقوال المأثورة احد الافكار اللي نحاول نحن نفكر فيها في نهاية الاسبوع والنهاردة يعني انا لدي احد المقولات اللي قالها نجيب محفوظ في احد اعماله كان بيتكلم على اليأس وهو عنده يعني تعبير لطيب لا احذركم الا من عدو واحد هو اليأس هذا التعبير هو يعني من خلاله بيتحدث نجيب محفوظ على ان العدو الاساسي الذي يواجه الانسان هو اليأس اليأس بها بكل فصائله لان اليأس ده ليه قريب كتير ومعارف كتير في حاجة اسمها الاحباط في حاجة اسمها القنوط في حاجة اسمها الانعزال في حاجة اسمها العوائق التي تمنع الانسان عن التفاعل مع مجتمعه كلها درجات مختلفة ربما تصل الى الزروة في التعامل مع اليأس انا اتذكر قصة قصيرة جدا احكيها كان حكاها قدامي يعني احد الناس المثقفين واعتقد ان هي قصة معبرة وملفتة جدا يعني بيقولك ان مرة الشيطان عمل مزاد وكان عنده حاجات بيباحها دي باحها بكذا وده باحها بكذا وده باعه بكذا وجيه عند صندوق صغير كده يعني ملوش ملامح يعني فحب يعني كذا واحد في المزاد حب يشتريه مرضاش يبيعه فقالوله خلاص مش هنشتريه بس نعرف فيه طيب قال لهم ده اخر بضاعة انا امتلكها في الحياة وهي اليأس قطرة واحدة تكفي فيعني هداء الروح اللي اتكلم بها نجيب محفوظ بول لا احذركم الا من عدو واحد هو اليأس لان اليأس معناها ان انت هتتوقف على الانجاز هتنقطع عن الحياة هتحبط لا احنا مش عايزين نكون محبطين ولا يأسين عايزين نواجه المشاكل اللي احنا بنواجهها بقدر كبير جدا من الاستبشار والانفتاح ونحاول نحل يبازهننا دايما ان احنا نحل المشكلة وما نقافش قدامها يعني في حالة احباط وفي حالة يأس ومش عارفين نتعامل معها يعني حتة عدم القدرة دي عايزين نتخلص منها ودائما نفكر قدام يعني لا افكر في شيء في الماضي يبعث على الاحباط ولا اليأس ولا افكر برضو في المستقبل بطريقة تقلقني لكن افكر في الواقع بطريقة تساعدني على مزيد من الانجاز واننا اقدر اعمل حاجة مفيدة في تطور حياتي لي وللاخرين يعني نتمنى ان احنا يعني ربنا يبعدنا عن اليأس واحنا كمان نحاول نحن نبعد تفكرنا عن اليأس والاحباط ودي كانت نهاية حلقتنا هذا الاسبوع اتمنى لكم اسبوع سعيد الى ان نلتقي الاسبوع القادم لكم اني خلص التحقيق اشتركوا في القناة